الفيديو ده الطلب من متابعي قناة دكتور المنح ان احنا نعمله عن منحة الحكومة التركية. وانا في الفيديو ده هكلمك بالتفصيل عن كل حاجة تخص منحة الحكومة التركية وهسيب لك في نهاية الفيديو بعد ما نخلص شرح تفصيله كل حاجة عن المنحة هسيب لك الشرح بتاع طريقة التهديم بتاع السنة اللي فاتت علشان خاطر حضرتك تستفيد منه للسنة دي وتكون مجهز نفسك كويس جدا لمنحة الحكومة التركية. المنحة لسه ما فتحتش. المنحة هتفتح في شهر يناير بإذن ربنا زي ما بتفتح كل سنة. انا بقول لك كده ليه? بقول لك كده عشان خاطر تكون عارف ان احنا بنعمل الفيديو ده بنان على طلبكم عشان خاطر حضرتك تجاهز نفسك كويس لمنحة الحكومة التركية. بالنسبة لنا كفري دكتور يب منح. لو حضرتك تحب تعد من خلالنا دي حاجة تشرفنا. دي حاجة تشرفنا. ولكن انتظر لما المنحة تفتح لان في ناس هتشوف الفيديو هتنزل تملى بتاعنا الفريق مش هيتوصل معهم لان المنحة لسه ما فتحتش. فبالتالي هيجوا يكتبو لنا في الكومنتات احنا ملينا وما توصلتوش معنا. حضرتك طالما المنحة ما فتحاش يبقى احنا مش هناخد طلبات لغاية ما المنحة تفتح بشكل رسمي. علشان منحة فيها حاجات ينفع تتجهز فانا طلعت وقلت لك لو حضرتك حابب تجهز ملفك من دلوقتي اتفضل لكن لسه منحة الحكومة التركية ناخد الطلبات لما المنحة تفتح. وانا في الفيديو ده هشرح لك كل حاجة بالتفصيل عشان خاطر تجهز نفسك لمنحة الحكومة التركية وكمان اول ما المنحة تفتح هشرح لك طريقة التديم خطوة بخطوة انت تقدر تقدم بنفسك انت مش مضطر انك انت بتاعنا وتقدم من خلالنا وانت ممكن ان انت تقدم بنفسك عشان خاطر الناس اللي بتفهم ان انا طالع اقول لك تعالى اقدم معانا انا بقول لك لو عايز تقدم معانا بيرطق الشخصية وانت اللي بتملق بتاعنا بايدك الاتنين دول املاع في شهر يناير لما المنحة تفتح لكن انت ممكن تتابع الشرح وتقدم بنفسك. في نقطة تانية برضو الناس كانت بتقول في الكومنتات في شركات بتقول ان هما يقدموا على منحة الحكومة التركية بالف دولار والف وخمسمائة دولار والفين دولار وارقام خيالية. انا مش هذكر اسماء شركات وما ليش دعوا بحد ولا اقول على حد نصاب ولا حد مش نصاب انا ما ليش دعوا اطلاقا ولكن حضرتك انت بعقلك شايف ان المبلغ ده مناسب ليك وفاكر ان انت هتدفع الالف دولار ولا الف وخمسمائة دولار دي وهتتقابل دي حاجة ترجعلك لكن لو انت بتفكر بدماغك وشايف ان الموضوع ده ممكن يكون نصب او لحضرتك متابع كنات دكتور المنح وفاهم ان المنح دي بيتم النظر فيها والقبول والرفض من قبل الجهة المنحة هتعرف ان الكلام ده من الصحيح لكن انت قدامك الخيارات ادي عندك القناة بنشرح فيها كل حاجة تقدر تتابع بنفسك وتقدم بنفسك من غير ما تروح لحد ياخد منك الف دولار والف وخمسمائة دولار. كلامي ده مش معناه ان انا بقطع عيش حد حشا لله انا ما بحبش الكلام ده. ولكن انا بقدم لك محتوى. انت حايف تشوفوا تشوفوا عايزة اقدم مع اي حد اقدم مع اي حد. دي حاجة ترجعلك انت. ما تحطناش احنا في النص اطلاقا. احنا بنقدم لك حاجة تفيدك. اتمنى زي ما احنا بنحاول نفيدك بحاجة انت ما تحطناش في مشاكل مع حد خاص. تمام? سواء هتقدم معنا دي حاجة ترجعلك. هتقدم مع غيرنا دي حاجة ترجعلك. هتقدم بنفسك دي حاجة ترجعلك. طيب بالنسبة لمنحة الحكومة التركية. المنحة ممالب الكامل وبتغطي لك كل حاجة. تكليف سفر رتب شهري دراسة. كل حاجة بتغطي لك منحة الحكومة التركية. منحة متميزة بتفتح وبتاخد الطلاب اللي عايزين يدرسوا باكالوريوس او الطلاب اللي عايزين يدرسوا ماجستير او الطلاب اللي عايزين يدرسوا دكتورات. المنحة دي فيها كل الكليات والتخصصات المختلفة. انا في الفيديو ده هشرح لك كل التفاصيل اللي تخص المنحة من ناحية المنحة. ايه مميزاتها? ايه المسارات المطلوبة? وهسيب لك شرح طريقة التعديم بتاعة السنة اللي فاتت. عشان تستفيد للسنة دي. ولما المنحة تفتح السنة دي هنشرحها بالتفصيل. ولو في اي اختلاف هنذكره في الفيديو بتاع المنحة اول ما تفتح المنحة. خلينا نروح مع بعض للاب توب بتاعنا. علشان الخاطر حضرتك تشوف معايا كل حاجة بالشرح التفصيلي وبشكل عملي. لو استفدت من الفيديو اللايك الجميل بتاعك. لو لسه مشرقتش في القناة. يريد تشترك عشان هيكونتك حاجات كتيرة الفترة اللي جاية. وممكن تشاري الفيديو ده مع غيرك. يمكن غيرك يستفيد من الشيرو بتاعك. يلا بينا نروح على اللاب توب بتاعنا. ازايكم يا شباب مرة تانية. بالنسبة لمنحة الحكومة التركية. هنا هتلاقينا كاتب لك عشرة يناير عشرين تلاتة وعشرين عشرين فبراير عشرين تلاتة وعشرين. التواريخ دي على اساس ايه? التواريخ دي على اساس ان المنحة بتفتح كل سنة في شهر يناير بالتحديد يوم عشرة. بتعفل كل سنة في شهر فبراير بالتحديد يوم عشرين. ولكن السنة اللي فاتت المنحة تمدت ليومين? هل ده معناه ان السنة اللي جاية المنحة ممكن تتمد يوم او اتنين تاني? الله اعلم. الله اعلم. تمام? طيب هنيجي مع بعض هنا. بالنسبة ليه التفاصيل طبعا الدولة هي تركية والمنحة اسمها منحة الحكومة التركية. طبعا زي ما احنا ما متعودين الف با. منحة حكومية يعني بتشمل الجامعات الحكومية اللي هتكون موجودة في البلد. معنى ان هي بتشمل الجامعات الحكومية ان المنحة بتقدم لك كل التخصصات والبرامج. يعني انت بتلاقي جميع كلها طوال تخصصات لحضرتك تعرفها او ما تعرفاش نفسك تلطحك بها او ما نفسكش تلطحك بها هتلاقيها موجودة في المنحة دي. طيب هل يا ماريو الكلام ده بينطبق مع كل المنحة الحكومية هقول لك لا. لان فيه مسلا منحة حكومية بتفتح مسلا مجلسير والدكتوراه. فيه منحة حكومية بتفتح البرامج معينة. ولكن بشكل عام تقدر تقول اكتر من تمامين في المائة من المنحة الحكومية بيكون فيها جميع التخصصات والبرامج. حبيت برضى اسكر لك المعلومة دي عشان خاطر لما تاخد مني كلام تكون واخد مني كلام صح. طيب المنحة دي بيقدر قدم عليها اي طالب من اي دولة على مستوى العالم. اخواتنا العرب مصر تونس جزائر مغرب سوريا العراق اليمن عمان اي دولة عربية الامارات السعودية العراق سوريا فلسطين اي دولة عربية ذكرتها او نسيت ان انا اذكرها بتقدر تقدر تقدم على المنحة ما فيش اي مشكلة. بالنسبة لشرط السن. كل سنة المنحة بتفتح. للباكالوريوس والمجلسير والدكتوراه. لو انت هتقدم باكالوريوس سنك لا يتجاوز الواحد وعشرين سنة. هتقول لي هقدم. وانا سن اتنين وعشرين سنة وجرب حظي هقول لك دي حاجة ترجع لك. لكن لما تترفض ما تجيش تكتف في الكومنتات. المنح دي كدب لا انت سنك اتنين وعشرين وما تقابلتش بسبب سنك انت. تمام? طيب. بالنسبة للماجستير السن اللي يزيد عن تلاتين سنة. والدكتوراه السن اللي يزيد عن خمسة تلاتين سنة. تمام? شهادة ايجادة اللغة الانجليزية مش من المتطلبات الاجبارية المفروضة عليك في المنحة. زيها زي منحة الحكومة الروسية. تمام? هتقول لي طب عايزين مني شهادة لغة تركية هقول لك لا. هتقول لي ايه الدليل هقول لك حضرتك ليه هديك سنة تحضرية تعلم لغة تركية لما هو عايز منك شهادة لغة تركية. ما كانش عمل السنة التحضرية. والسنة التحضرية تعلم اللغة التركية دي من اهم المميزات اللي في منحة الحكومة التركية. يبقى مش طالب منك شهادة ايجاد لغة انجليزية ولا طالب منك شهادة ايجاد لغة تركية. زي منحة الحكومة الروسية مش طالب منك شهادة ايجاد لغة انجليزية ولا شهادة ايجاد لغة روسية. زي منحة اوبندورس طالب منك شهادة ايجاد لغة انجليزية ولا شهادة ايجاد لغة روسية. وما تحاولش تبناني بكلام غير ده لان انا اعرف ناس كتير مقبولة في المنح دي من غير الشهادات دي. تمام? طيب بالنسبة للموعد بدي التعليم عن منحة ان شاء الله عشر يناير عشرين تلاتة وعشرين. هتقفل ان شاء الله عشرين فبراير عشرين تلاتة وعشرين. يعني المنحة بتقعد شهر. وانا بكلمك من دلوقتي اللي هو احنا في تاريخ تقريبا خلاص اتناشر حداشر اهو لو انت تشوف الفيديو النهاردة او بكرة ايا كان. فاحنا هنا بنتكلم عن المنحة قبليها تقريبا بشهرين. عشان خاطر تجاهز نفسك. مين يقدر يقدم على المنحة دي? لو انت في اخر سنة سنوية عامة بتقدر تقدم على لو انت خلص سنوية عامة بتقدر تقدم باكالوريوس. لو انت طالب باكالوريوس هتبدأ في منحة الحكومة التركية من البداية بتقدر تقدم عامة حاجة سنك ليتجاوز واحد عشرين سنة. لو عايز تقدم على ماجستير بتقدر تقدم لو انت في اخر سنة في الباكالوريوس او انت خلصت الباكالوريوس بالفعل. تمام? لو عايز تقدم على دكتوراه بتقدر تقدم لو انت خلصت الماجستير بتاعك او في اخر سنة في الماجستير بتاعك. بالنسبة للكليات والبرامج المتاحة دي كل الكليات والتخاصات المتاحة في منحة الحكومة التركية. تمام? هتلاقي رابط المقال ده. موجودش سندوق الوصف اسفل الفيديو. ليه? قلت لك رابط المقال? هتقول لي يا ماريو انت معاودنا على الموقع الرسمي هقول لك انا معاودك على الموقع الرسمي وكاتب لك هنا الموقع الرسمي ممكن تدخل عليه. تمام? لكن عشان خاطر لو ملقتش معلومات عن منحة الحكومة التركية فانت هتلاقيهم هنا مؤقتا لغاية ما يفتح الموقع الرسمي الخاص بمنحة الحكومة التركية وتتأكد ان كل اللي هنخي تقول لك ده كلام صحيح. تمام? يبقى لو انت حاجة تعرف هيك كليات ممكن تطلع عليهم من المقال اللي احنا كنت بنقول لك هنا او لو انت عايز توقف الفيديو دي حاجة ترجع لك. هي ممعيزات منحة الحكومة التركية. بتغطي لك التكاليف الدراسية. تمام? حضرتك بتقدر انك انت تحصل على دورة لتعلم اللغة التركية. كمان المنحة دي بتدعم الطيران بتاعك. يعني بتغطي لك تذاكر الصفر. كمان حضرتك بتقدر تستفيد من الخدمات الصحية اللي بتقدمها لك المنحة دي. بالاضافة ان هما بيوفروا راتب شهري ومش لازم نقول كامل راتب الشهري لانه ممكن هيكون مختلف السنة دي او هيكون زي السنة اللي فاتت الله اعلم برضو. ولكن هو فيه راتب شهري. الراتب الشهري قيمته بالنسبة بتكون اقل من المجلس سير بتكون اقل من الدكتوراه. وده طبيعي لان مرحلة الباكالوريوس مش زي الماجستير مش زي الدكتوراه في الدكتوراه بياخد اعلى راتب. الماجستير بياخد اقل منه. الباكالوريوس بياخد اقل منهم هما الاتنين. تمام? طيب بعد كده هنا بالنسبة للمستندات المطلوبة للتعديم على منحة الحكومة التركية. وده الجزء المهم من الفيديو بتاعنا ولازم تركز معي. تركز معي في الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي. المستندات المطلوبة للتعديم على درجة صورة شخصية طالب من حضرتك صورة من جهاز الصفر بالنسبة لبطاقة الهوية الشخصية الله واعلم السنة دي في يكون طالبها منك ولا غيرها ولكن نصيحة اخوية اعمل جهاز صفر لو انت شخص قررت تقدم على منع دراسية. دي نصيحة عايز تعمل بي اعمل بيها مش هيدي حاجة ترجع لك برضه. تمام? لو انت خلصت السنوية العامة يبقى هيكون معك شهادة سنوية العامة بتاعتك. مترجمة للغة الانجليزية. ايهم السنة ده اذكروا هنا لازم يكون باللغة الانجليزية. تمام? لو انت طالب لسه في اخر سنة في السنوية العامة فانت تقدر تقدم بالشهادة صفر السنة السنوي. وقدم له اثبات ان انت في اخر سنة في السنوية العامة. الاثبات ده بتجيبه اما من المدرسة بتاعتك او الادارة التعليمية اللي مدرستك تابعة ليها. تمام? وده بينفع يطلع عشان فيه ناس مش بتعرف تطلعه وبيكون مسلا فيه غلاسة في الموضوع او الله واعلمين اللي بيحصل ولكن الورع دي ينفع تطلع ولازم تطلع. تمام? لازم تطلع بمعنى اي? يعني لازمة مني في المنحة بشكل ضروري لو ما جبتهاش ممكن يرفضوني ده مش قصدي. يعني لازم تطلع ان انت تقدر تطلعها. دي حاجة انت ينفع تطلعها. فليه مش بتطلع لك? دي الفكرة. وانا مقصدش اي مشاكل من كلامه ولكن انا بقول لك الورع دي موجودة ينفع تطلع. ده انا عملتها بنفس قبل كده. تمام? بعد كده انا حضرتك الخطاب التحفيزي. ده اللي انت بتكتبه في الابليكيشن ولازم تركز فيه كويس جدا في الجرامر في كل حاجة لازم يكون قوي لازم يكون خطاب تحفيزي فريد من نوعه. ما تستخدمش الخطابات التحفيزية. اللي هي بتبقى منسوخة دي والكلام ده كله ده كله غلط. ده خطاب تحفيزي السنة الفاتد بتاع مش عارف والد الجرانة قبل فانا هستخدمه كلام ده غلط من الصحة يدرك انت. تمام? لو عندك اي شهادات داعمة بقى عملت طبعي عملتها يا سلام ممكن ترفقها تدريبات انجازات اكاديمية فانت ممكن ترفق الحاجات دي. تمام? طيب خلي بالك ان مسانداتك كلها تكون باللغة انجليزية او اللغة التركية. وانا بفضل للغة انجليزية لان انت مساندات بتاعتك لو ترجمتها للغة الانجليزية تقدر تستخدمها في اي منحة. لكن لو ترجمتها للغة التركية فانت هتستخدمها فقط للمنح اللي موجودة في تركيا. وبرضو القرار قرارك. تمام? بالنسبة للماجستير فانت بالنسبة للصورة الشخصية جهاز الصفر والخطاب التحفيزي فهم هم دولة زي الموجودين هنا عندك. تمام? ولكن انت في حالتك بتقدم له صورة من شهادة سنوية العامة وصورة من شهادة الباكالوريوس اللي هو التخرج بتاعك وبيان درجات الباكالوريوس تمام? طيب لو انت في اخر سنة في الباكالوريوس يبقى بتقدم له شهادة السنوية العامة وبيان درجات السنوات الدراسية سابقة بتاعتك في الباكالوريوس واثبات بتجيبه من شون الطلاب بتاعتك في كلية بتاعتك ان انت في اخر سنة في الباكالوريوس بتاعك. هيكون طالب منك خطاب توصية هيكون طالب منك خطة البحس. هيكون طالب منك خطة البحس ولازم تركز في الحاجات دي كوي. اما بالنسبة لللي عايزين يقدمه على دكتوراه فتقريبا بتلاقي نفس المتطلبات بتاعت برنامج الماجستير هو هو بالنسبة للدكتوراه ولكن حضرتك هتضيف ايه? حضرتك بتضيف انك انت بدل ما بتقدم شهادة سنوية العامة والباكالوريوس فقط عشان خاطر تقدم على ماجستير لا انت هنا بتقدم شهادة سنوية العامة وباكالوريوس وماجستير. ولو انت في اخر سنة في الماجستير يبقى شهادة سنوية العامة والباكالوريوس والسنوات الدراسية السابقة بتاعتك في الماجستير ويثبات ان انت في اخر سنة في الماجستير بتاعك. تمام? طيب بالنسبة للمعايير والشروط. خلينا نتكلم الاول عن العمر. احنا ذكرناهم قبل كده الباكالريوس مش هيدي تسنك عن واحدة وعشرين سنة. الماجستير مش هيدي تسنك عن تلاتين سنة. الدكتوراه مش هيدي تسنك عن خمسة تلاتين سنة. تمام? بالنسبة ليه المجموع. كل سنة. الله اعلم في تغيير السنة دي ولا لا? عشان في ناس بتكتب لنا في الكومنتار. طب احنا عندنا نظام السنوية العامة كان صعب السنة دي طب الدراجات منخفضة الدراجات المرتفعة. انا فهم ده كله. وانا كنت عايش الايام دي والله زي زيكم بالزرعة. ولكن شروط المنحة بتظل سبتة. يعني ايه? يعني هما هيعملوا حاجة تطبق على الكل. تمام? فانت هنا السنة اللي فاتت. الله اعلم يبقى في تغيير السنة دي ولا لا? ولكن السنة اللي فاتت. الحد الادنى بالنسبة لأي تخصص بعيدا عن التخصص اللي هو الطب والاسنان والصيدلة كان سبعين في المية. يعني اي قلية هتقدم عليها. مش طب. مش اسنان. مش صيدلة سبعين في المية. لكن لو انت عايز تقدم على طب او اسنان او صيدلة كان الحد الادنى تسعين في المية. هيتغير ولا لا? الله اعلم. تمام? اما بالنسبة لي المجيسر والدكتوراه اي برنامج هتقدم علي الحد الادنى بيكون خمسة سبعين في المية. تمام? هنا ده الموقع الرسمي الخاص بمنحة الاقومة التركية لو حضرتك حابب تدخل عليه. دي حاجة ترجع لك. لكن لسه ما فيش اي تحديثات نزلت بالنسبة للمنحة. ولكن زي ما قلت لك باشرحها لك. وانا على طلبك ان حضرتك حابب تستفيد وتارك كل حاجة تخص المنحة. وخلي الفيديو ده مرجع بالنسبة لك. لان لما المنحة تنزل مش هتكلم في التفاصيل التاني. هذكرهم سريعا جدا جدا. وهدخل على طريق التقديم. تمام? ده جروبنا على التليجرام. قناتنا على التليجرام واحد من جروباتنا على وساب لحب تشارك في جروب من جروباتنا. بالنسبة للتقديم من خلالنا. زي ما قلت لك لما المنحة تفتح نقدر نستلم طلبات. بالنسبة لمنحة الحكومة التركية. دلوقتي هسيبكم مع شرح طريقة التقديم الخاصة بالمنحة اللي شرحتها السنة اللي فاتت لو حضرتك حابب ان انت تستفيد منه. للسنة دي ممكن تتفرج عليه. ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وهسيبكم مع الشرح. طبعا انت لو مش عندك حساب على موقع ملحة الحكومة التركية بتجيب تضغط على بعد كده بتفتح معك الضفحة دي. بتبدأ تكتب هنا اسمك اسم والدك اسم العائلة. بتختار الجندر بتاعك بتبدأ تكتب تاريخ الملاد بتختار هناك جنسية بتاعتك. بعد كده هنا بتكتب بريد الالكترون خاص بيكو بتكتب بريد الالكترون مرة تانية. بتكتب الباسورد وبتكتب باسورد هنا مرة تانية. بتكتب هنا وهنا ده سؤال عشان بتاعك بتقفل. فانت تقدر تفتحه ده. يعني مسلا ممكن هنا تكتب ما هو لونك المفضل ولكن باللغة الانجليزية. ممكن هنا تكتب مسلا اسم المدينة اللي انت تولدت فيها. ممكن تكتب اسم والدك اسم والدك. هنا بتكتب السؤال وهنا بتبدأ تكتب الايجابة. هنا مسلا انت هنا بتكتب على سبيل المسال. فلولا قدر له بتاعك تقفل او نسيت كلمة السر فهو هنا بيجيب لك السؤال اللي انت كتبته وانت بتجاوب الايجابة اللي انت كتبته وبيفتح معك تمام? بعد كده بدا ما تشكع المربعة ده وتشكع المربعة ده وبتضغط على بالتالي بتتبعت لك رسالة على البريد الالكتروني الخاص بيك بتبدأ تضغط على اللينك اللي اتبعت لك عشان ينشط الحساب بتاعك. بعد كده بتفتح معك الصفحة دي. بتكتب البريد الالكتروني الخاص بيك بتكتب هنا كلمة السر. بعد كده بتضغط على لوجن. بيفتح معك. طبعا دي كلها الخنات اللي احنا لازم نملاها مع بعض. عشان خاطر ان يكون مجهازين نفسنا. لمنحة الحكومة التركية. هنا بين من قسمها ان انت بتبدأ تمال الخاصة بيك. بتيجي بتضغط هنا على بتبدأ هنا معايا تبدأ تمال البيانات الخاصة بيك. طبعا لو انت عايز تحاول بتاعك باللغة العربية بتيجي معايا هنا بتضغط على بعد كده بتضغط على العربية. بتاكل كل بتاعك تحاول للغة العربية لو انت عايز تملك كل المعلومات ولا بتاعك باللغة العربية تمام? بتيجي انا معايا هنا من معلومات الشخصية. الاسم زي ما انت شايف الاسم الساني اللي هو اسم والدك. اسم العائلة بتاعك ازا كان ذكرهم انسة الحالة الاجتماعية متزوجة مع عزب. تاريخ ميلادك الجنسية. محل الميلاد ومكان الميلاد. بعد كده هنا نوع الهوية بتبدأ تختار ازا كانت بطاقة شخصية او على حسب الحاجة اللي معك بتختارها. هنا لو معك جهاز صفر بتبدأ تكتب له رقم جهاز الصفر. نوع جهاز الصفر ايه طبعا بعد كده هنا رمز المدينة الخاص بيك ايا كان. بعد كده هنا لو انت عندك جنسية من دولة اخرى بتبدأ تختار السامة ده ودخلوا معلومات عنها. لو لا خلاص انت بتصيبها فاضية. بعد كده بيسألك عن الديانة العرق بتاعك ايه? بعد كده هنا بيقول لك لو قدر الله بيتعاني من اي عاقة فانت بتبدأ بتختار لو مش بتعني من حاجة فانت اخلاص بيتسيبها فاضية تمام? بعد ما بتخلص بتعمل ايه? بتضغط على حفظ تمام? طبعا انا نسيت هنا اقول لك ان انت بترفق الصورة الشخصية بتاعتك هنا تمام? بعد كده بعد ما ضغطنا على حفظ بنيجي هنا في معلومات العائلة. معلومات العائلة بتيجي هنا بتضغط على التحديل معايا. هنا بتبدأ تكتب اسم والدتك. هنا بيقول لك والدتك على قيد الحياة. لو نعم بتختار نعم. لو لا لقدر الله فبتختار لا تمام. لو هنا والدتك بتعمل فانت بتعمل شك عمارك بعدها وبتكتب معلومات العمل الخاصة بولدتك تمام? بعد كده هنا بالنسبة لاسم الاب بتبدأ تكتبه بتختار هنا على قيد الحياة ولا لا لقدر الله. بعد كده عدد الاخوة الخاصين بيك وهنا الحالة الاجتماعية بالنسبة ل والدك والدتك بتبدأ تختاره تمام? بعد كده هنا لو انت متزوج مسلا وحضرتك متجاوزة فانت هنا بتيجي بتبدأ تكتب اسم الزوجة وزوجة عدد الابناء. هنا عمل الزوجة او الزوجة و هنا مجموعة داخل اشياء ريب الكامل. تمام? اما لو انت طالب مش متزاوج فانت بتسيبه الجزء ده فاضي. بعد كده بتيجي هنا تضغط على حفز وبيحفظ لك بياناتك وبتيجي على الجزء الخاص بمعلومات الاتصال. بتيجي هنا بتضغط على تعديل بتختار الدولة بتاعتك المدينة الرمز البريد. الرمز البريد ممكن تجيبه من على جوجل. تكتب الرمز البريد زاد اسم المدينة والمحافظة اللي انت منها بيطلع لك رقم تبدأ تاخده قبيل وبتكتب الرقم دي زي ما هو هنا. رقم الهاتف الخاص بالمنزل رقم الموبايل بتاعك اسم الشارع رقم البناء رقم المنزل خاص بيك تمام? بعد كده هنا لو انت عايش في مكان تاني غير المكان اللي انت دخلت للمعلومات بتاعته هنا فانت هنا بتختار كمعلومات التواصل مختلفة عن معلومات الاقامة وانت هنا بتيجي بتدخل لهم معلومات الاقامة الحالية بتاعتك. لكن لو هي هي خلاص انت مش بتختار جزء تمام? بعد كده هنا انت بتيجي معايا بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي. لو انت عندك بتاخد بتاع الفيسبوك بتبدأ تنسخه هنا. لو انت عندك تويتر بتبدأ تنسخه هنا. لينك جوجل او لينك ده ان ايا كانت الحاجات اللي عندك فانت بتيجي بتاخد الرابط بتاع الملف الشخصي بتاع قبي وبتبدأ تدخله هنا. تمام? بعد كده بتضغط على الحفز وبعد كده بتيجي في الجزء المهم الخالص هو الجزء الخاص بمعلومات التعليم وركز معي هنا. ضغطنا مع بعض على معلومات التعليم فتح معك الصفحة دي. تمام? بتيجي هنا معي. بيكون طالب منك تدخل له المعلومات دي كلها. حتى معلومات الاعدادية بيكون طالبها معنك. بتبدأ تختار الدولة اللي كنت بتعلم فيها المدينة هنا المدرسة الوضع الحالي طبعا انت خلاص اتخرجت تاريخ البدء تاريخ الانتهاء نوع الدرجة اللي انت حصلت عليها التقدير اللي انت حصلت عليها. لو معك شهادة طبعا تبدأ ترفقه له كشف بين العلامات الدرجات الخاص بك تمام? بعد كده هنا بيقول لك هل حققت اي درجة عالية في هذا المستوى التعليم او الامتحان? لو نعم بتختار نعم لو لا بتختار لا. يبقى هنا احنا دخلنا المعلومات الخاصة بالمرحلة الاعدادية تمام? هنضغط على حفظ مع بعض طبعا هنا بيقول لي انت ما مليتش الاقصام بتاعتك طبعا انت هتكون مالي الاقصام بتاعتك دي كلها تمام? طيب بعد كده بتيجي هنا بالدخل معلومات الخاصة بالمرحلة السنوية تمام? هنضغط على المرحلة السنوية بنيجي هنا ادي الدولة المدينة اسم المدرسة المرحلة التعليمية نوع اشهادة السنوية بتاعتها كم? طيب بعد كده مجال التعليم ده جوز المهم هنا في مجال التعليم بيبدأ يسألك هل انت كنت سنوية علمي ادبي عام هنا بيسألك ليه? لان انت مسلا لو عايزت تقدم على كلية طبية فانت لو كنت علم معلوم فهو هيفتح لك قليات الطبية. لو انت ادبي مش هيفتح لك قليات الطبية. طبعا ما ينفعش هنا ان انت تيجي تختار ان انت كنت علمي وانت اصلا ادبي ليه? لان هو هيبدأ يسألك عن الشهادة بتاعتك فانت لما ترفق له الشهادة بتاعتك طبعا مكتوب فيها ان انت ادبي وطبعا ما ينفعش ان انت تحط اوراق مش اوراقك. يبقى انت لو علمي هيتفتح لك القليات الخاصة بالعلمي. لو انت ادبي هيتفتح لك القليات الخاصة الادب تمام? وتختار المجال التعليم بتاعك والتخصص. الوعدة الحالية ازا كنت متخرج او ما زلت بتدرس. طبعا لو تخرجت هتقوله تاريخ البدء التاريخ اللي انت هتخرج. لو انت لسه ما زلت بتدرس هتقوله تاريخ البدء وكمان. هنا التاريخ اللي انت متوقع انت تتخلص فيه. نوع الدرجة اللي انت درجات بتاعتك من كم? هنا مسلا بتختار من مية. الدرجة اللي انت حصلت عليها كم? بتبدأ تختار مسلا انت حصلت على كم? فاصل كم? يعني مسلا حصلت على تسعة تسعين تسعة من عشرة وهكذا تمام? بعد يكده انا بيقول لك هل حققت اي درجة عالية في هذا المستوى perchى حقت حاجة بتختار نعم? لو لا بتختار له. تمام? بعد كده هنا بيقول لك حصلت على انتيجة فحص الشهادة الصانوية العامة? يعني لو انت اتخرجت طبعا ان انت بتختار نعم بتبدأ ترفق له الشهادة دي? لا لا بتختار لا. تمام? بعد كده بتبدأ تضغط على حفظ. تمام؟ ده بنسبة للناس اللي بتقدم على الباكلوريوس. لو انت بتقدم على باكلوريوس لازم تملك الجزين الخاص بالمرحلة الاعدادية والمرحلة السنوية. لو انت بتقدم على ماجستير هتملك جزء الخاص بالمرحلة الاعدادية والمرحلة السنوية وجزء خاص بالباكلوريوس. لو انت بتقدم على الدكتوراه يبقى هتملك جزء الخاص بالمرحلة الاعدادية السنوية الباكلوريوس الماجستير عشان تقدر تقدم على دكتوراه. لو انت حصل على دكتوراه بالفعل وعايز تحصل على دكتوراه مرة تانية بتملك كل الاجزاء دي. الاعدادية السنوية الباكاليريوس الماجستر وكمان الدكتوراه. خلصنا الجزء الخاص بمعلومات التعليم وده اهم جزء معنا. هندخل على الجزء الخاص بتفاصيل اللغة. هنا طبعا بيسألك عن اللغة الام بتاعتك. كيف انت بتختار اللغة الاساسية بتاعتك? بيسألك عن لغات اخرى انت بتتكلمها. بتبدأ تضيف اللغات الاخرى زي اللغة الانجليزية زي اللغة الفرنسية له اخوتنا مسلا في الجزائر في المغرب في تونس بكلام اللغة الفرنسية بتبدأ تختار. هنا بيقول لك اللغة التركية. بالنسبة للغة التركية بيقول لك ايه? هل تعرف اللغة التركية? لو انت اخترت نعم هيقول لك هل يوجد لديك اي شهادات في اللغة التركية? طبعا لو معك بتختار نعم بتقول له هي الشهادة دي. لو انت تعرف بس مجرد اللغة التركية من الافلام من المسلسلات من حبك على الاطلاع للغات فانت هنا ممكن تختار نعم لو انت تعرف اللغة التركية وهتيجي انا تختار لا لو انت مش معك شهادة بس انت تعرف اللغة التركية. طبعا لو انت متعرفش اللغة التركية خالص فمن الافضل ان انت تختار لا. وكده كده هم هيدو لك اصلا سنة لتعلم اللغة التركية. بتضغط هنا معي على حفز بعد كده بنيجي في الجزء الخاص بتجربة العمل. طبعا الجزء الخاص بتجربة العمل ده اكيد مش كل الناس كانت بتشتغل سابقا يعني لو انت طالب اصلا لسه بسنوية عامة اكيد انت مش تغلتش قبل كده فالجزء ده مش بيكون من المتطلبات الاكبارية. يعني لو انت املته فدي حاجة كويسة ان انت كنت بتشتغل قبل كده. لكن لو انت ما عملتش الجزء ده عشان انت ما كنت تشتغل قبل كده. ما فيش اي مشكلة. مش معنى كده ان انت تترفض من حلق. هم عارفين كويس جدا ان مسلا في طلبة ما بتكونش اشتغلت. فبالتالي حضرتك هنا مش مطلوب منك الجزء ده بشكل اكباري. لو حد مسلا خلصت باكل الريس واشتغل شوية فممكن هنا يكون ان هو اشتغل. فبيداخل بيانات التعليم. لو حد مسلا عملت قدريه في شركة معينة او تطوع. فدي مش بتكون مطلوبة منك بشكل كبير. ومش معنى ان انت ما عملت هاش ان انت هتترفض في المنحة. لا الموضوع مش كده خلص تمام. بتيجي انا معي طبعا لو اشتغلت بتضغط على اضافة بتقول له الدولة اشتغلت فيها اسم الشركة المنصب بتاعك كان ايه. وضع العمل ازا كنت تركت العمل او ما زلت بتشتغل فيه. التاريخ البداية تاريخ الانتهاء. تمام? وهنا بيقول لك وضح دورك او وظيفتك في هذا العمل. بعد ما تخلص بتضغط على حفز. تمام? انا هنا طبعا هعمل بك لان انا مملتش اي جوزة هنا هو. تمام? طيب بعد كده انا بيكون طالب منك ان انت ترفق له السيرة ازاتية بتاعتك. تبدأ ترفق له السيرة ازاتية بتاعتك في صيغة وبعد كده بتضغط على حفز. بعد كده التأهيل الاكاديمي. هنا بيقول لك بعض الجامعات البرامج بتطلب منك نتائج لبعض الفحوصات. طبعا انت هنا بالنسبة او جماعت دي حاجات بدخص الناس بتقدمها دكتورها. ومش كل التخصصات طلب منك. هو هنا بيقول لك بعض الجامعات. انت ممكن تبعد عن الجامعات دي لو طلبت منك. ولكن مش بيكون مطلوب منك. ولكن حبيت عشر راح لك الجزء ده عشان لما تفتح ما تجيش تلاقي ايه ده فيش هادة ده فيش هادة جماعت او فيش هادة مسلا سات تتخضوا في لا خالص. عادي جدا. ابعد عن الجامعات دي لو الجامعات لو كان في جامعات اصلا طلبة منك الحاجات دي تمام. بعد كده هنيجي في الانشطة الاجتماعية. هنا طبعا لو انت عملت اي انشطة اجتماعية اللي هي اي جوائز اي مشاريع اي شهادات حصلت عليها. بتيجي هنا بتضغط على اضافة وبتبدأ تدخل له هنا بتقول له هي جائزة ولا مشروع ولا شهادة ولا من حضر رسيح حصلت عليها سابق كانوا بتبدأ تدخل البيانات بتاعتها. بالنسبة للانشطة التطوعية بتضغط هنا على اضافة تكتب له هنا اسم النشاطة اللي انت كنت مشترك فيه. المؤسسة اللي انت كنت فيها بتبدأ تعمله تقرير عن النشاط اللي انت كنت بتشتغل فيه. وانت كندورك ايه تمام? بتبدأ بعد ما بتخلص الجوز ده لو انت اشتركت في اي انشطة بتضغط على حفظ ده وما اشتركتش بتقدر تسيبها فاضية ما فيش اي مشكلة تمام? بعد كده هنا بيقول لك تجربة التركية. طبعا لو انت سافرت في تركيا قبل كده بتيجي ان تضغط على تعديل. بيقول لك هل انت الان في تركيا? لو في تركيا بتختار نعم? لو لا بتختار لها. بيقول لك هنا تجربة تركيا. بيقول لك هنا الرجاء توضيح مصدر علمك من منح التركيا. تفدح السام وتبدأ وتختار هنا انت عرفت عن منح التركيا ازاي? بعد كي بيقول لك هنا هل لا دايك قريب حاليا او سبق له الحصول على المنح الدراسية التركية? لو ليك اي ارايب حصل عن منحة اختار نعم. خليك صادق لان كل المعلومات بتكون عندهم. لو لا خلاص بتختار لها. هل يوجد لديك اقربة يقومون في تركيا? لو عندك ارايب بتختار نعم. لو لا بتختار لها. هنا في بعض الناس بتسأل وبقول لي هو انا لو عندي ارايب في تركيا. هيرفضوني من القبول في المنحة? لا طبعا خالص عادي جدا. هو بيسألك سؤال عايز يعرف منك معلومات تخصه هو. لكن مش هيرفضك عشان انت ليك حد من قريبك موجود في تركيا. فخليك صادق. لو ليك حد بتختار نعم? لو لا بكل بساطة بتختار لا. بعد كده بتيجي انا معي ابتضغط على حبس. كده احنا وصلنا للمرحلة الاخيرة مع ملء الجوز الخاص بتجربة تركيا. دي كل المعلومات اللي احنا ملناها. هيكون فاضل ايه بعد كده? فاضل اني قبل كيشن منحة يفتح عشان احنا ندخل مع بعض فقط. ان احنا نختار الجامعة اللي عايزين ندرس فيها. نختار المجال اللي احنا عايزين ندرس فيه. نعرف ازاي نكتب الخطاب التحفيزي. نعرف ازاي نكتب خطاب التوصية. يبقى انت كده فاضل لك فقط ان انت تراجع وتعمل صمت. كل اللي احنا عملنا النهاردة ده. ده اهم الجزء. ولازم انت تكون حضرت الفيديو ده. لان ده الفيديو الاساسي اللي هتبدأ تبنى عليه المعلومات والبيانات البسيطة او المرحلة البسيطة البعد كده للتقديم فقط على منحة التركية. اتمنى ان الشرح تبداعك ان واضحه بوسيط لو عندك اي سؤال واي استفسار ممكن تتفضل تنزل تسيبه في القومنتات وان هرد عليه في حالة ان انت في حالة ان انا مذكرتوش في الفيديو بتاعنا انتظروا في فيديو القادم يوم عشرة او حداشر يناير بازن ربنا. تماني لكم التوفيق. ما تنساش اللايك. ولو لسه ما شاركتش في القناة انزل واشترك. تماني لكم التوفيق وشكرا.